اهلا بكم يسعدني ان اقترح عليكم اليوم من كتاب رمضان كريم نصا جديدا للكاتب والروائي الاستاذ مبارك ربيع والذي اختار له عنوان لوحات رمضانية بسيطة تقترن ذكريات رمضان بشغب الطفولة ومراحل يفاعة وبصيام المبكري لا لأداء الفرد الركن بالضرورة او حتى التفكير في الاجر والثواب بقدر ما هو عامل اثبات الدات لحظات الصيام في الطفولة البكرة لها طعم خاص بما تتيحه من تجربة ايقاع الزمن الرمضاني الزمن الصيامي في وقعه على الكيان الصغير المعاندي لا ينسى ابدا مضاق الايقاع البطيق للحظات الثلث الاخير من نهار الصيام بعد ان يكون الشغب واللهو الطفولي او حصص مدرسية قد شغلت نصفه او اكثر ليالي رمضان اماشيه لم تكن كلها ولا دائما تعبدا وانما كانت بالذات فسحة حرية هكذا نتسارع الى الساحات العشوائية بمحادات الاحياء السكنية حيث تلتائم العديد من الوان الفرجة الليلية على اضواء مشاكي ولمبات بالغاز او الكربون يتراقص شعاعها على ملامح الوجوه التي تتحلق حول من يتفنن في صرد وقائع وملاحم وغزوات وحكايا العشاق ولعل الاقوى مذاقا في ذكريات رمضان عناد الصهر ليلا يضاف الى تحدي الصيام نهارا حدود مغامرة الصهر الطفولية الليلية تتمثل في قدوم النفار معلنا نقاط الصحور وكنا نتنافس في باب من يصمد ساهرا الى ذلك الوقت نمضي الزمن بكل ما يمكن من الشغب واللعب وكثيرا ما نضطر الى التحلق امام منزل ما نتبادل الحكية ووقائع بطولات وهمية لنا ولغيرنا مغالبين سطوة النوم ومن من يأخذه النوم عن اتمام جملة بدأها ونفترق باتجاه منازلنا لكن مرور النفار ليس الا اعلانا بالتهيئ للصحور او تهيئ مائدته ومن اين قوة الصبر والاحتمال في الكيانات المسهدة الصغيرة لذلك غالبا ما يغيب بعضنا في النوم رغما عنه بمجرد ولوج البيت وبعضنا قد ينام قبل ان يستصل يده باللقمة الى فمه او ينام قبل ان يتم مضغها هكذا ترتسم بعض لوحات رمضانية لزمن بسيط بسيط اقوى ما يؤثثه فوح الشعور بالذات وفسحة الحرية المتاحة والى ان القاكم غدا في نص جديد من كتاب رمضان كريم نرجو لكم امتع اللحظات مع قناتكم امبان كاتر اشتركوا في القناة